خيرها في البحر وشرها على اليابسة أو هكذا هي الهدنة التي سرت مع مطلع إبريل نيسان الباضي ليجني الحوثيون عسلها واليمنيون لسعاتها الدامية وها هي لغة الأرقام تقول ما هو أفصح من مفردات الكلام عن 73 مليون دولار تدفقت إلى حساب الحوثيين في الشهر الأول فقط من الهدنة ثمان سفن أبحرت بها هبات الريح الأولى من إبريل بكل ما يشتهي الحوثيون من غاز وبنزين ومازوت وديزل عدا عن سفن أخريات من قمح ودقيق وسلع غذائية شتى وعلى اليابسة جنت الميليشيات أكثر من 19 مليار ريال من أرباح مادة البنزين تحت مسميات جبائية عدة وشملت هذه الأرباح رسوم ضرائب وجمارك بنسبة 16% وعمولات على كل لتر بنزين وديزل لشركة النفط التابعة كما فرضت على كل لتر من مبيعات الديزل والبنزين نسبة 5% لصندوق الطرق التي لا تسير وخمسة ريالات لمحطة الكهرباء التي لا تضيء وبلغت في شهر إبريل وحده أرباح الميليشيات من مكوس مادتي الديزل والغاز فقط 21 مليار ريال قس على إبريل ثلاثة أشهر من عمر الهدنة التي لم يتوقف على مداها التدفق النفطي إلى ميناء الحديدة وبالتالي انسكاب مليارات الريالات من إيرادات المرتبات العامة إلى خزائن النشالة الحوطيين